يرتفع منسوب القلق لدى الأمريكيين من توجه الحكومة الفيدرالية إلى تطبيق إجراءات أمنية غير مسبوقة مع التراجع الكبير في مستوى الموارد الطبية والعلاجية في مختلف الولايات التي سارع حكامها إلى دعوة البنتاجون لتوفير الاحتياجات الماسة من ترسانتها الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا تحدثت لجميع المسؤولين المعنيين أعتقد أن ما قدموه لنا حتى الآن فشل في تلبية احتياجاتنا اللازمة أشعر بخيبة أمل وأجده أمرا متهورا وغير مسؤول لكن يبدو أن تباطئ المؤسسة العسكرية في الزج بإمكاناتها العالية لمكافحة وباء كورونا لا يتسق مع أولوياتها بل يضع أكثر من علامة استفهام على ما يتم الاعداد له من خطط عسكرية طارئة للداخل الأمريكي منذ الأسبوع الماضي ونحن نقدم المساعدات الطبية والإنسانية كالخيام والماء والوقود ومهمتنا تنحصر بالتنسيق مع الوكالات الأخرى في دعم مختلف أجهزة الولاية سلسلة قرارات قضائية يجري الاعداد لها استكمالا للإجراءات الرئاسية في أوقات الطوارئ ودعوة من البيت الأبيض إلى الكونغرس للموافقة على منح صلاحيات استثنائية لاعتقال أي شخص دون أمر قضائي وتعليق لعمل المحاكم ومنع الاعتصامات فيما لا يستبعد مراقبون لجوء الرئيس ترامب لتوظيف إعلان الحرب على فيروس كورونا لتمديد مهلة الطوارئ إلى موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل للتأثير على نتائجها يرغب ترامب بإنهاء حالة الإغلاق بسرعة لخشته من خسارته في الانتخابات الرئاسية ولكن إذا لم يتحقق ذلك سيتمسك بالسلطة عبر الأحكام العرفية ووضع الحرس الوطني تحت إمرته دون موافقة حكام الولايات من ولاية ميرلاند محمد كريم الميادين ترجمة نانسي قنقر